أربعة تلال استراتيجية في هيلان غربي محافظة مارب باتت في قبضة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من استعادتها خلال ساعات من المواجهات دارت في محيط الجبل سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين واندلعت المواجهة بعد تحذيرات كان أطلقها الجيش في وقت سابق حول الخروقات التي ترتكبها الميليشيا ولم تتوقف عنها بحسب مصادر ذكرت أيضا أن العشرات من ميليشيا الجماعة الإنقلابية أجبروا على ترك مواقعهم تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة يأخذ هيلان أهميته من كونه يطل على طريقي إمداد رئيسيين للميليشيا كما يشرف على مديرية صرواح المحاذية لخولان وجحانا في العاصمة صنعا بالإضافة إلى الأهمية التي يعزز منها الجبل أنه في حال تمكن الجيش من السيطرة عليه بشكل كلي سيتقدم إلى هذه المناطق وهو ما يعني عمليا انتقال القتال إلى معاقل الجماعة المتمردة سيضع هيلان حدا نهائيا لتواجد الميليشيا فيما تبقى من محافظة مارب لتكون تخلصت من أي خطورة يشكلها على المدينة من وقت إلى آخر وهو ما يعرف بمصدر الصواريخ التي تسقط على المدينة وأطرافها وكانت الميليشيا أطلقت صاروخين باليستيين أمس الأول في اتجاه محافظة مارب خلال 24 ساعة اعترضت أحدهما البطارية الدفاعية التابعة للتحالف بينما سقط أحدهما في أطراف مديرية الوادي في المحافظة ولم يخلف أي أضرار